أجبرت الحرائق التي دمرت أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة الإيبيرية لمدة عشرة أيام حوالي 11 ألف شخص على النزوح المناخي هذه المرة بسبب خطر النيران وإنبعاثات غازاتها لحد هذه اللحظة ثماني مقاطعات إسبانية سجلت 11 حريقا مخيفا وقلق سكان البلدات والقرى المنكومة يكمن بإنقاذ أرواحهم وإيجاد ملاجئ آمنة بعيدا عن لهب الطبيعة وغضبها التعاضض بين السكان كان جريا هنا فالمزارع الإسباني يلعب دورا هاما في إنقاذ الأرواح ومنع تقدم النيران إذ يقوم الكثير من المزارعين باستخدام جراراتهم لمنع التوسع انتشار ألسنة اللهب وذلك بجرف التربة لعزل تقدم النيران والتهامها لبيوت وأراضة زراعية جديدة عادة ما يكون هناك تعاون بين قوات الدفاع المدني في أوروبا على الأقل أوروبا الجنوبية لكن مع الكوارث الطبيعية والحرائق في الغابات لم يتم مديد العون بين تلك الدول بإطفاء تلك الحرائق فالطائرات المتخصصة في هذا المجال استنفذت وأصبحت غير قادرة على مساعدة القوات البرتغالية أو الفرنسية لإخماد حرائق غاباتهم أما هناك شمالا في فرنسا فالوضع الاقتصاد السياحي كارثي بسبب حرائق الغابات ما ترونه هنا هو واجهة فرنسا على المحيط الأطلسي مشهد خلاب لشاطئ جميل وبحر لكن خلف هذا المشهد يختفي مشهد آخر مرعب للحرائق التي اندلعت في الغابات المحيطة وحولتها إلى رماد هذا أحد المخيمات الخمسة التي احترقت في المنطقة في ليلة الحريق تم إجلاء نحو ثمانية عشر ألف مصطاف وبعدها بدقائق تحولت المخيمات إلى أكوام من صفيح أذبتها حرارة النيران المخيمات احترقت أسرع من الغابة بسبب انفجارات ضخمة سببتها قوارير الغاز والأجهزة الكهربائية بعض تلك القوارير لم تنفجر وتحاول فرق خاصة تفكيكها بحذر شديد احترقت لدينا خمسة مخيمات نقوم بالتعامل مع المواد الكيموية وقارورات الغاز لإبطال مفعولها لكي تكون عملية التنظيف التي ستبدأ بعد أسابيع آمنة تماما وحتى الآن تقول فرق الإطفاء إنها لم تسيطر على الحريق بالكامل وما تزال تلاحق كل بقعة تشتعل من جديد قبل أن تتوسع دائرة النار هذا المخيم الصيفي هو من أشهر مخيمات المنطقة لكن النار التهمته بالكامل واضطر المصطفون الذين كانوا فيه إلى المغادرة فورا للنجاة بأرواحهم من منطقة لاجعونت جنوب غربي فرنسا فادي الدهوك العربية